اليوم شو نقصنا ميشيل تنعيش كليبنانية؟ نقصنا كتير بس هيك بكلمة بهاك كلمة يعني نقتنع انه بدنا نسترجع للدولة كيف؟ بدنا نبني دولة عن جديد كيف؟ تعافي ميشيل نحنا ما بدي يكون يعني هيك متشائم بس نحنا جنراتيون جيل راح كتير من وقت من عمره من حروب وتسويات وإلى ما هناك ثلاثين سنة تقريباً من الحرب الأهلية وبعدل هلأ ما عنا دولة فنحنا وكأنه هلأ نرجع نبني دولة شوية شوية وهذا كان عنوان الانتخابات الـ 22 إنه بناء الدولة واستعادة الدولة لنقدر نعيش بهدوء بدنا عقد اجتماعي بريح الكل بدنا مؤسسات دولة بدنا اللبنانيين حسوا حالهم هنه أفراد مواطنين عنده حقوق ووجبات هذا ليس كلام شعر ليس جماعات إلى ما هناك من إنشاء هناك طريقة من ممارسة السياسة كنت رضي عن النتيجة؟ نتيجة الانتخابات؟ لا، صراحة كنت متوقع بعد كل شيء يحدث في البلد وانفجار نووي وانهيار واموال الناس باللبنوكي واموال الدولة اللبنانية وأن تكون نسبة الأقبال أكثر من 49% هذه نصف مصالحة أنا بسمية ميشيل لبنانيين مع السياسة في هذه الانتخابات كنت أما تكون 67% نسبة الأقبال خلصاًا أن المختاربين لعبوا دور كبير والفرستان فوتر براهيم يعرف أنه في الدارة نحن لدينا شمال ثلاثة المختاربين اللعبوا دور والصبايا الانتخاب أول مرة لكن هناك جزء كبير من الناخبين لم يكنوا انتخابوا الانتخاب يمكن أن يكون جارئي يمكننا أن نعناهم ككواة تغيير ويمكنهم فقد فقد فقدوا الأمل نحن علينا أن نقول لهم هناك أمل أن نستطيع أن نكمل هذا البلد لكن هناك الكثير من يقول 13-14-20 ما ما نتيجة لقطين البلد يعني شو ما عملنا؟ ساعة لبنانا تخطى حدودنا بيرجعوا بالك للاغتيالات بيرجعوا للترهيب هل فينا عن جد نحلم أنه شيوم نرجع نبني بلد؟ الغتيالات أو الأذى أكيد متوقع من هذه المنظومة بس نحن كلنا فايتين وعرفين شو نطرين هلأ قدام نقدر نحقق هيدا رهن بكتير تفاصيل وأمور وفي اشي حتى بره إيدنا بس أنا برأيي وصول 13 اليوم هو لشك برقة أمل يعني أنه إيه؟ بعد فيه ناس بدأ تبقى بالبلد وبعد فيه ناس بدأت ناضل وبعد فيه ناس عم بتقول لأ بدنا نغير ومستعدين نضحي ونكمل وهيدا بحد ذاته مع كل اللي صار وحالة الإحباط والإنفجار النووي وهكي عنه مشال وعنه كل المقاسي اللي مرأنا فيها ومحاولة تدميرنا وإحباطنا وثانينا عن النضار ضلوا اللبنانينين كاملين وراحوا عطيوا صوتهم وعملوا تغيير وكتير إيجاني أنا يعني من الناس من بعض الانتخابات قدهن كانوا ساعدين أن نوصل صوتهم فهيدا مش تفصيل أنه اليوم يقدروا الناس يعبروا ويحسوا صوتهم صار بمجلس النواب يمكن قدر على التغيير بدي بعد وقت بدي أدوات أكتر بدي بدي تحتية سياسية أحزاب تنظيمات خبرة هل تخاف أنه تفشلوا؟ أنا متأكد أنه مش حرح نفشل لأنه اليوم سقف التوقعات تبعنا كتير مدروس نحنا عارفين وكنا واضحين وقت ما انتخبونا الناس وفي الحملات الانتخابية أنه نحنا ما حنقدر نقلوا بالطاولة بس نحنا اللي حنقدر نقدر ننموذج من العمل السياسي مختلف نقاطق مع الناس وحمل ملفاتهم نقاتل على الملفات وكشف ما يحدث في المجلس النواب وخارج مجلس النواب نعمل على تقطير سياسي وبلورة معارضة حقيقية وكبيرة ومستمرة ومستدامة بمواجهة المنظومة لأنه هذه حرب طويلة نحن نحن نحارب نظام بأقلق تقدير عمره من وقت المتصرفي من 1860 فإذا نحن نحن نحكي على شيء متجزر بثقافة الشعب اللبناني نحن نجي نقول هيدا ما عاد يمشي بدنا دولة حديثة بمفاهيم عصرية مبنية على قيم وعلى مواطني بالدرجة الأولى هيدا مش هم عاودين يعني اللبنانيين عليه ومعتبرين يمكن يعني بعيد المنال بس نحن نقول إنه بدنا نشتغله ليل النهار وإذا نحن ما قدرنا نوصله على الآخر فيه غيرنا كمان هيدا هو أنا برأيي فسحة الأمال اللي عم نحاول نخلقه ميشيل شو أول شي هيك فاجأة أكوة أنا وطا فصلت على مجلس نوبين شو في شي ما كنتم توقع تشوفه وشفته أول شي أكدار أكدار أول شي كاستوريا بوليتولوج صراحة ميشيل لما أول جلسة عندما فتحوا عندما فتحوا البواب الأساسي النصاني عندما فتحوا عموما ندخل نحن عموما ندخل عن جنب عندما يكون هناك مجلسة أو أنتخاب رأيي جمهوري أو أول جلسة فتت صراحة وتذكرت نوعية الأشخاص الذين قاعدوا بهذه الأمكانة ومنهم مرحوم غسان طوينة مثقفين كبار مشرعين كبار بغض النظر ما رأينا فيهم بالسياسة هناك رهبة نحن نحن نعب بمحلات فيه رجال ونساء كبار ونساء كبار بغض النظر ونساء كبار ونساء كبار ونساء كبار ونساء كبار كبار وقلتها إلى الشبيبة بسبب أصحاب أصحاب تروم ما أفعل من هنا؟ يعني... كتير بأننا نحن نعجيين بالمعنى السياسي وكيف نمارس السياسة وكيف ما قاله ابراهيم دقيق نحن بحاملاتنا انتخابية كلنا إننا ما في عاصة سحرية بس يساعدونا نوصل لعلى المجلس نيابي لنعمل فرق وأقل له نوقف النزيف هادي شغلتنا اليوم لو اللبنانيين تخبوا بكسافي أكثر وكانت كتلتنا 30 أو 40 كانت كلام مختلفة كنا نعب أكبر برئيس الجمهورية كان الموضوع تسميت رئيس الحكومي عنها ليس أوسع وإلى ما هناك بلليجان ورئيس المجلس وكذا لكن هذا رقمنا 13 نحن نعمل كل شي فينا ميشيل لنحسن نظن الناس ونقول فيه أمل وفيه ممارسة سياسة جديدة نحن نكون أكثر ما فينا برلمونيين وشفافين ونخبر ناس ما تصبح جوه لا يعرفوا الناس حقيقة كيف تنضار الأشياء وإبراهيم يعرف عن جد بالتغميز بين بعضهم ميشيل بتنضار الجلسات شي خليل صراحة لستعرف في ناس هيك عمز يقولون دايما المعارضة في حترة طيار الوطن الحر وقتا كان بالمعارضة كان يقولت نحن عشر نواب وبعدين 30 وبعدين بدنا أكثر وبعدين بدنا وزارة نقدر نعمل شي وبعدين بدنا رئاسة الجمهورية وبعدها بقولوا لك بعد ما أخذنا السلطة دايما بيكون بالمعارضة بيقول لك لازم كون أكثر تقدر أعمل أكثر هيدا حجة أو واقع؟ لا هيدا حجة لأنه هيدا الفريق السياسي طبعا هو فريق وصول إلى السلطة ومش بناء الدولي مثله مثل باقي اللي يعبين سياسين بالبلد حتى لو مسكوا كل الميزارات وكل المجلس النيابي ما لا حيقدروا يقدموا حل البلد لأنه عاقل سلطة وعاقل السلطة هو عاقل بقاء بالسلطة ومش بناء الدولي نحن نحاول نقوله أنه نحن عاقل بناء دولة ومؤسسات الدولة ونحن اليوم نواب بعد أربع سنين ممكن ما نكون نواب الحياة بدأت تستمر في جيل جديد بدأوا يستلم إلى ما هنالك نحن نكون هاك بداية طريق لصبايا وشباب بها البلد يحلموا أنه أول شيء نيابي والوزارة وحتى الرئاسات مش مكتوبة بأسماء ناس وأنه مما كان بيقدر يترشح مما كان بيقدر يكون بالشأن العام ومنا محكوم بأسماء ناس وخصوصاً أنا جاي من منطق طبعاً طبعاً تماماً هذا يعني أنا اليوم أربح بالمجلس النيابي بالانتخابات إلى كتير وقع رمزية سيئسية وسوسيولوجية وانتروبولوجية وهذا الشيء يجب أن يكون أمل لشباب الصبايا بقضاء صغيرة يقولوا أنه ما في شيء مستحيل أطلاق